اهلا بكم مشاهدينا في قضية الليلة اصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام في سوريا قرارا ينص على تحويل عدد من انبهان من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الارباح الحقيقية وذلك بعد ساعات من اصدار رئيس النظام بشار الاسد مراسيم تشريعية بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة وإلى ذلك رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة بحكومة الاسد أسعار ما يقارب من 13 ألف صنف دوائي بنسبة للتراوح بين 30 و50% وذلك أيضا بعد هذه الزيادة يطرح رفع الاسعار وزيادة ضرائب أسئلة مكثفة في وجه بشار الاسد الذي خرج جمهور عريض للتعبير عن غضبه من قرارات رفع الاسعار بشكل كبير تزامنا مع زيادة الرواتب المتواضعة للغاية بحسب وصفهم فكيف سيتعامل السكان مع هذه المستجدات ومن يضبط الأسواق أصلا وما حقيقة حجة التجار بأن النظام يطالبهم بضرائب مرتفعة هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور قضية اليوم بعد متابعة قصة بشار ولعنة الزيادات أرحب بكم جميعا وأرحب بشكل خاص هي لعنة زيادة الرواتب هكذا يصفها السوريون الذي نعتاد على ما ينصبه النظام لهم من فخاخ بعد أي قرار أو مرسوم يصدروا عنها إذ لم ينضي يوم واحد على إعلانه زيادة الرواتب بالنسبة 30% حتى ألحقها بقرارات أخرى تنسف هذه الزيادة المجعومة وتضيق أكثر فأكثر على جيوب الناس أولها قرار أصدرته وزارة المالية التابعة للنظام ينص على تحويل 22 مهنة من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية حيث طالبت الوزارة أصحاب هذه المهن المستهدفة بتقديم بيان خطي بنتائج أعمالهم السنوية الصافية إلى دوائر المالية ومنها مكاتب بيع المركبات المستعملة ومرائب السيارات والمخابز ومكاتب السفرية ومنشآت صنع السكاكر والمشروبات الغازية والصحف ودور النشر والقائمة تطول لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تزامنت زيادة الأجور الوهمية مع علاني مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة رفع أسعار أصناف مئات من الأدوية بنسبة 30% بذريعة أن أسعار الأدوية لا تتناسب مع تكاليف إنتاجها في ظل فقدان أصناف عديدة من أدوية الأمراض المزمنة لتكون الزيادة الثانية على أسعار الأدوية خلال عام واحد فور أعلان زيادة الرواتب توجس السوريون شرا منها بيد أن ما كان غير متوقعا هو تسجيل النظام رقما قياسيا هذه المرة بسرعة إبطال مفعولها ناهيك عما سبق هذه الزيادة أصلا من ارتفاعا بسعر البنزين المدعوم ومضاعفة لسعر استوانة الغاز والتلويح بإلغاء الدعم عن أكثر من نصف مليون سوري عاملا بالمثل القائل سأسلمكم هذه الزيادة بيدكم اليمنى لأسحبها من يدكم اليسرى وخدلها ساعات والحديث الذي يدور حول هذا الموضوع تنظيم الدعم لا يرتضت أبدا بإلغاء الدعم كما قلت دعم المواطن هو جزء من السياسة حول هذا الموضوع ينضم إلينا مختار الإبراهيم صحفي استقصائي في برلين أهلا بك وأيضا الدكتور عبد المنعم حلبي خبير اقتصادي من غازي عنتاب أهلا بكما أهلا بكما أبدأ معك دكتور عبد المنعم يعني قرار جديد ينص على تحويل عدد من المهن من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية إذا ممكن بس تشرحنا وتفرقنا بيناتهم طبعا ضريبة الدخل المقطوع هي بكل بساطة ضريبة ثابتة يتم تقدير الأرباح التي يمكن أن تتحقق أو المدخول السنوي الذي يمكن أن يتحقق من صاحب هذه المهنة ويتم احتساب نسبة محددة بنص القانون يقوم بدفعها سنويا بينما ضريبة الدخل على الأرباح بالتأكيد هناك مفهوم المنشأة منشأة الأعمال سواء كانت أعمال تجارية أو صناعية وبالتالي هناك أرباح متغيرة وهناك شرائح أيضا كل جزء من الربح يدخل ضمن نسبة معينة ليتم احتساب الحصيلة الضريبية سنويا على صاحب الشركة طيب سيد مختار هل يوجد مهنة يعني لم يشملها هذا الموضوع ضريبة الأرباح الحقيقية بتوقعنا برأي الشخص ما بيإدار الهواء يعني تماما هذا الكلام صحيح أعتقد بأن هناك الكثير من المهن بحاجة الآن إلى نوع من الدعم الحكومي والتسهيل لإعادة عمل هذه المهن ولكن للأسف هذا القرار أو قانون كما تفضل الدكتور يقيد هذه المهن يعني هناك الكثير من المهن التي دخلها جدا محدود سيما في هذه الظروف واليوم عندما يدخل موضوع الاحتساب الضريبي ويدخل الموظف الضريبي لاحتساب كمية الأرباح ربما لا يوجد أرباح هنا تبدأ لعبة وهامش للفساد للدوائر الضريبية لاحتساب جزء من هذه الأرباح واقتطاع وربما تقدير هذه الأرباح تقديريا وهنا أيضا يلعب دور الشخص الموظف عن مسؤول الضائب في الفساد وهذا باب فساد كبير أعتقد وكان من باب أولى تقديم مساعدة لهذه المهن إن كان هناك كما يتحدث الإعلام أن هناك انتعاش وخطوات وتسهيلات ورأينا في الأولى الأخيرة ترخيص لشركات جديدة شركة سعودية ولو كان المبلغ ضئيل جدا يعني ألف دولار كان هو ترخيص شركة سعودية فمن باب أولى دعم القطاعات المحلية بالأساس قبل جذب استثمارات خارجية يعني تحت الهواء كنا نتناقش بهذا الموضوع كنت عم شوف المهن 22 اللي هي بتشمل كمشي مثل ما حكينا وبالتالي لما راح ينفرض عليها هذه الضرائب الجديدة بالتالي هترفع سعر سلعها وبالتالي المواطن هو الخاسر الأكبر ما أجل الزيادة أبدا معناته هيك دائما للأسف يعني المواطن هو الذي يدفع الثمن الأكبر رغم أن التجار أو أصحاب المهم يدفعون جزء من هذا الثمن ولكن الخاسر الأكبر هو بالفعل المواطن يعني عندما نتحدث عن متوسط الأجور تقريبا 70 ألف ليرة سورية المواطن والتي لا تساوي شيء 20-25 دولار بينما كانت في 2010 الرواتب تقريبا 200 دولار فينبغي أن يكون الراتب اليوم 700 أو 800 ألف ليرة سوري ليوازي الحياة في 2010 وفي 2010 نعلم أن الطبقة المسطة تقريبا والأدنى كانت تضطر إلى عمل إضافي لتأمين أساسيات العيش الكريم يعني اليوم نحن نتحدث عن تقريبا 10 أضعاف وأن هذه الزيادة أو القوانين التي تحصل بالتأكيد ستنعكس سلبا على المواطن بشكل رئيسي ومن ثم أصحاب المهن سيتأثرون دعني أنقل هذه النقطة للدكتور عبد المنعم إذا بدنا نحكي عن تبعات هذا القرار اقتصاديا ومعيشيا نعم طبعا من الأولى ربما أن نناقش الأمر ضريبيا أيضا في الواقع ولكي نكون موضوعيين بهذه النقلة من شرائح الضريبة على الدخل إلى المقطوع إلى شرائح الضريبة على الأرباح هناك أصبح مراقبة أكثر لواقع التسعير وواقع الأسعار وبالتالي تصبح موضوع الفوترة خاضعة لرقابة أكثر اندباطا وأيضا يكون المكلف مضطرا إلى توظيف شخص لكي يقوم بتقديم البيان الضريبي ويكون هناك طبعا ربما أكثر من موظف لرقابة على ذلك أنا لا أريد أن أتحدث عن تقنيات التطبيق وثغرات الفساد الفساد في الواقع فيما يتعلق بالأمور الضريبية يعني هو فساد شامل يعني ليس فقط في الموظف المالي وإنما أيضا فساد في التاجر والصناعي ونعرف تفاصيل كثيرة حول ذلك فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية السورية الانعكاس الآخر الذي ربما يبتغيه وزير المالية أو اللجنة التي قامت بهذه النقلة ربما أيضا موضوع أستطيع أن أصفه أيضا تقنيا بترك المجال لوزارة التجارة وحماية المستهلك لكي تلعب دورا أيضا رقابيا من جهة طبيعة أعمالها ليس فقط من جانب الفوتر والتسعير الذي أيضا تهتم به المالية وإنما أيضا من جانب المواصفات القياسية وبالتالي هناك نوع من التناغم يراد له على ما يبدو بين وزارة المالية ووزارة تجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا التناغم يراد منه تحقيق شيء لصالح السوق سيد مختار إذا انتقلنا للقطاع الصحي تم زيادة تقريبا 13 ألف صنف من 30 إلى 50% وهي زيادة كبيرة بالنسبة للدواء والحجة أنها لا تتناسب أسعار الأدوية مع تكاليف إنتاجها هل هذه الحجة هي منطقية؟ هل هذه الأسعار هي منطقية؟ بالتأكيد ليست منطقية وغير مقبولة سيما وأن الأسطوان المشروخة التي يكررها إعلام النظام بأن التعليم مجاني والقطاع الصحي مجاني بسوريا رغم أن معدل الأجور لا يتجاوز 30 أربعين دولار وبالتالي فعليا يجب أن يكون هناك دعم لقطاعات أخرى مثل القطاع الصحي على الأقل بالأمس يهدنا تقرير من مشفى الأطفال داخل دمشق كما ذكر أحد المواطني يقول بأن داخل المشفى يوجد فقط السيراميك لا يوجد أي أدوية حتى السيرومات ينبغي على المواطن الذهاب خارجا وشراءها أي عمليات ينبغي الذهاب إلى المشافي الخاصة وهذا فساد واسع أيضا المشافي الخاصة في سوريا هذه الزيادة هي غير منطقية وغير مبررة ونعلم أن هناك حيتان في صناعة الأدوية في سوريا هم من يستفيدون أسعار الأدوية عالمية معروفة والطرياق أو المادة الأولية في صناعة هذه الأدوية أيضا معروف سعرها ولا يتناسب إطلاقا مع ما نسمع به من أسعار وزيادات في سوريا وأعتقد بأن هذا الموضوع شاهدنا ردود فعل جدا سلبية من المواطنين حتى داخل مجلس الشعب كان هناك أصوات رغم أنه مجلس مصفقين كان هناك أصوات تقول بأنه ينبغي أن يكون زيادة 300% جاءت زيادة 30% حتى لو 300% ترجعنا لـ 2011 يعني ما بيطلع ربع الراتب ما هيك؟ ربع الراتب تقريبا بحاجة أن تكون 800% حتى توازي تقريبا الـ 2011 800% حتى توازي فما بالك لا تساوي شيء دكتور عبد المنعم هل توافق مختار رأيي فيما يخص أن هذه الزيادة غير منطقية خاصة أن أحد تجار الأدوية مثلا يقول أن رفع الأسعار لن يوفر الأدوية لأنه حتى الآن لا يوازي تكاليف الإنتاج ما رأيت؟ نعم هلأ مبدئيا باعتبار هذه السنة وأذكركم بأنها سنة انتخابية كان هناك وعد بزيادة بمضاعفة الرواتب الزيادة التي جرت في الصيف كانت 50% والآن نتحدث عن 30% طبعا بما فيها الـ 50% الإضافية ربما يكون هناك 100% فعلا تضاعفت الرواتب لماذا تضاعفت الرواتب؟ بكل بساطة إذا ما ذهبنا إلى سعر الدولار المدعوم الذي يقدم لتمويل الواردات من السلع الغزائية الأساسية وأيضا السلع الدوائية في كثير من مدخلاتها كان 1250 تقريبا بعدين صار 2500 وبالتالي انسحبت عملية تخفيض الدعم بمقدار 50% لتمويل هذه الزيادة في الرواتب هذا ربما كان في إطار الـ 50% الأولى أما هذه 30% فجاءت حكما من عملية توفير أخرى على الدعم تمثلت طبعا على سبيل المثال بموضوع الوقود وزيادة المستمرة في موضوع البنزين البنزين من وجود نظر الحكومة هو رفاهية ليس كالمازوت يستخدم في التدفئة وفي السيارات الأقل ربما رفاهية وبالتالي هو يتقصد وزير المالية وربما أيضا وزير التجارة والحماية المستهلك أن يوفر جوانب كثيرة من الدعم لدعم الموظفين إذن هذه الزيادة هي تأتي للموظفين وتأتي دعما لهم ولا أعتقد بأن الأمر لن يكون له انعكاسات على موضوع الأسعار بالتأكيد سوف يكون له انعكاسات على موضوع الأسعار وهنا الامتحان الحقيقي يعني وزير المالية استطيع أن يقول الآن أنني أنهيت كل ما أستطيع والآن الكرة في ملعب وزارة حماية المستهلك الشيء أيضا المهم الذي يمكن أن نتحدث عنه هو أننا في آخر السنة والموازنة الآن توضحت بشكل كامل والكرة الآن ينقلها وزير المالية من هذه الموازنة إلى الموازنة القادمة التي أنبأ بشكل واضح وصريح بأنه لن تكون هناك زيادة نهائيا وبالتالي على المواطن السوري أن ينتظر الآن أولا موضوع زيادة الأسعار وثانيا زيادة الدولار الذي أتوقع أنه سوف يذهب إلى حاجز الـ 3800 مجددا يعني برحة أخذنا هذا الموضوع بلمشمل وتنقشنا فيه ونقلنا تخوفات الأهالي من هذه الزيادة التي لا تذكر أبدا لأرجع لعندك سيد مختار ذكرت منذ قليل نقطة جدا مهمة وهي أن هذه الزيادة بالأدوية من 30% لـ 50% وأيضا الأرباح الضريبية والحقيقية الجديدة التي فردها النظام ع 22 مهنة ممكن أن تفتح الباب لأسوق الصوداء ولإحتكار البواد بالتأكد كما تفضل الدكتور عبد المنعم هناك تنافس تنابم وتنافس بين وزارة الحماية المستهلك التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية في من يصرح تصريحات ما بعض تصريح جبران باسيل سابقه عندما قال أن لبنان يجب أن يعلم أوروبا وأمريكا كيف يديرون دولة دون موازنة يعني مثلا وزير الحماية المستهلك يقول أن رفع أسعار البنزين لن تمس أي طبقة أو الشريحة المتوسطة في سوريا لأنهم ينبغي لا يستخدموا سيارات التاكسي يعني ما بعرف وين عايش الوزير لحتى يصرح تصريح ما هو إذا وزير المالية قال من يومين ما رح رفع الرواتب ما في بالموازنة الجديدة يعني رفع برواتب بعد كم ساعة طلع رشار الأسد وقال في زيادة فإذا الوزير المالية ما بيعفز في زيادة فالباقي عندك وبنفس الوقت وزير المالية ينفي أو يقول لا يوجد أي زيادة يعني حتى الأمل يقتل الأمل عند الناس وبنفس الوقت وزير التجارة الداخلية يبرر أن التكاسي ليست للطبق الوسطى وكأنه يقول للطلبة استخدموا سيارات نقل القمامة كما شاهدنا الصورة والتي أثارت زوبعة من الانتقادات أن طلاب استقلوا سيارة قمامة للذهاب إلى المدارس يعني هذه التصريحات تؤكد يوما بعد يوم أن الحكومة شيء والشعب والناس يعيشون في واد آخر أكثر من 90% من الناسهم بحاجة إلى مساعدات بحسب الأمم المتحدة واليوم الزيادة كما أعود إلى سؤال حضرتك اليوم السؤال الزيادة على أسعار الأدوية هي تمس الشريحة هاي التي تشكل 90% من الشعب السوري وستنعكس سلبا جدا على المشافي سيما بأن هذه المشافي تعاني من ندرة من الدواء وأن هذه الأدوية تقريبا تذهب إلى المشافي الخاصة التي تم المتاجرة بها بشكل آخر يعني المشافي الحكومية تقريبا أفرغت من أي خدمات تستطيع أن تقدمها للمواطن على حساب بيزنس آخر هو المشافي الخاصة التي أيضا تحتكر العمليات وتحتكر الأدوية وعلى المواطن أن يدفع هذه المبالغ كلها نعم مختار يعني إذا بنا نرجع لنقطة الرواتب نفسها يعني هذه الزيادة كانت من قبل 50% وهلأ 30% اللي عم يشوفوا أنها هي مكرومة للشعب وهي لا تغطي أساسا جزء بسيط من الحاجات خلال الشهر ولكن رغم هيك يعني هن رفعوا الأسعار بنسبة كبيرة ولكن أدي نسبة الموظفين أساسا بسوريا يعني ليس كل الشعب موظف بالتأكيد بالأساس هذه الخطوة هي فقط نوع من الهروب إلى الأمام يعني هي نوع من خلق تضخم جديد في السوق لأنه بكل بساطة أنت عندما تضخ كتلة مالية ولا يوجد هناك سياسة اقتصادية تدعم هذه السياسة النقدية أنت تخلق تضخم يعني لا يوجد اقتصاد يدعم هذه الليرة عندما أنت تضخ هذا المبلغ الكتلة المالية النقدية في السوق طبيعا يحصل تضخم اليوم سعر الصرف مباشرة ارتفع بعد أن قرار الزيادة بما يوازي الكتلة المالية التي ستضخ في السوق أي أن أي زيادة أنت تضخها دون اقتصاد يغطي هذه زيادة اقتصاد حقيقي هو فقط أوراق أنت تتعامل مع ورق وليس ورقة نقدية زيادة تضخم وزيادة الأسعار ورح يزيد الفقر لسه أكثر ما هو دعني أنتقل إلى الدكتور عبد المنعم فيما يخص نقطة أثرناها قبل قليل بالنسبة لأسعار الأدوية شر البعض إلى ضرورة استثناء قطاع الدواء بشكل عام من القرارات الحكومية التي تحد من الاستيراد حفاظا على القطع الأجنبي وكما قالوا أن الدواء ليس من الكماليات كما السيارات هل يمكن أن يكون هذا حلا مثلا بالنسبة لأسعار الدواء لأن المواد الأولية أساسا تنفرد عليها ضرائب حتى هذه المواد عليها جمروك في الواقع لكي نكون موضوعيين الصناعات الدوائية تلقت دعما غير محدود منذ أكثر من عقدين قبل الثورة يعني عم نحكي عن عقد التسعينات وعقد الأول من الألفية الجديدة أخذوا دعم كتير كتير قوي فيما يتعلق بتمويل استيرادهم من المواد الأولية اللازمة وأيضا فرض رسوم جمروكية عالية على الدواء الأجنبي وكان الدواء الأجنبي بمثابة حلم نعرفه تماما وكان هناك ملاحقات وكثير من الأجهزة الأمنية تلاحق الدواء الأجنبي إذن هذه الصناعة هي صناعة مدعومة بالأساس ولكن تعرضت طبعا كما تعرضت كل الصناعات الأخرى في سوريا ولسيما أنها كانت صناعات ذات يعني معاملها منتشرة في المناطق الريفية والتي كلها تقريبا يعني كانت مناطق للحروب الآن على ما يبدو أن هناك آلية جديدة لتقديم هذا الدعم هل توقف الدعم خاصة أنه كثير من شركات الأدوية تقول أنه في حال لم يرتفع سعر الدواء سنغلق ولن ننتج دواء جديد نعم الآن أمام الحكومة أمام الحكومة واحد من حلين إما يرجعوا على طريقة الدعم الأولى الأساسية وهي تقديم الدولار بسعر مخفض أكثر من 2500 يعني يرجعوا إلى حل وسطي ربما يكون هناك سعر ثالث ربما يتم تقديم الدولار لهم وربما يعطوا أيضا سماحية وهذا أمر مهم جدا فيما يتعلق بالتصرف بالدولار الذي يمكن أن يحققوه في حال تمكنوا من الاستيراد يعني من التصدير آسف فإذا ما تمكنوا من التصدير وحققوا دولارات ربما يحتفظ لهؤلاء إمكانية أن يستخدموا هذا الدولار بشكل كامل في تمويل متخلاتهم وفيما يتعلق بالرسوم الجمهورية أنا ما أعرفه لا يوجد رسوم جمهورية على المتخلات الدوائية للصناعات المحلية التي يتم استيراد وفق ماركة مرخصة يعني حتى الماركة المرخصة إذا أحيانا بتستورد كميات معينة من المواد الأولية وما بتستخدمها فبإمكانها تحولها لشريك لمعمل آخر وبإمكانها حتى تبيعها يعني لكن طبعا ضمن إجراءات منضبطة يعني الموضوع الدعم موجود ولكن ربما بالتأكيد نتيجة التضخم في الأسعار العالمية لا ننسى الارتفاعات الكبيرة في الشحن والتأمين بالتأكيد هناك تكاليف كبيرة لن يصل الأمر أنا على ما أعتقد إلى إغلاق المصانع ولكن ربما بالتأكيد إلى تخفيض الإنتاج وتخفيض المعروض وبالتالي ربما يكون هناك أزمة مكبيرة ولكن ليس إلى درجة الانقطاع بالتأكيد يعني هذه الأزمة موجودة سيد مختار يعني الناس عم تشتكي أنه عدد كبير من الأصناف الدوائية غير موجودة بالصيدليات وعم يضطروا يشتروا من لبنان أو يدفعوا مبالغ غالية من السوق السوداء مثل ما ذكرت حضرتك أيضا حتى المشافي الحكومية فارغة ما في ياري السيراميك طيب شو هي الأدوية اليوم الموجودة بسوريا والأدوية أيضا مقطوعة يعني أعتقد الاقتراحات التي تفضل فيها الدكتور عبد المنعم مقيدة تماما في ظل المراسيم التي صدرت بعدم تداول القطع الأجنبي والدولار أي قطع الطريق على أي شركة تحاول الاستيراد حتى للشركات تقريبا المرخصة لأنه ممنوع التداول داخل البلد الدولار الأدوية المتوفرة تقريبا أغلب الأدوية المتوفرة في المشافي الخاصة في المشافي الحكومية هناك حتى الأدوية البسيطة الإسعافات الأولية تكون تقريبا غير متوفرة في معظم المشافي وتكون متوفرة أحيانا في المشافي الحكومية الكبيرة ولكن ضغط عالي من المرضى على هذه المشافي عدد المراجعين يفوق أكثر بكثير من إمكانية هذه المشافي القدرة الاستيعابية لهذه المشافي وهذا يدفع المواطنين للأسف إلى بيع ممتلكات أو أي شيء للذهاب إلى المشافي الخاصة للعلاج التقارير القادمة من داخل دمشق للمشافي الحكومية مؤسفة ومحزنة جدا للحال الذي قالت إليه هذه المشافي في ظل تعطل الخدمات التي تقدمها بسبب احتكار ومحاولة المشافي الخاصة العمل على حساب هذه المشافي يعني هو عملية أعتقد ممنهجة لتعطيل هذه المشافي الحكومية لضغط على الناس أكثر للاعتماد على المشافي الخاصة أكثر من المشافي الحكومية نعم بدي أختم معك دكتور عبد المنعم يعني ذكرت تقرير بنهاية ما فإذا سمعته جملة أنا كتير حبيت أنا بتحس أنه هي فعلا بتحكي الواقع الزيادة اللي أجد 30% عطاها باليمين وأخذها باليسار وزيادة وفوقها حبيت مسك كيف بتقرأ هاي الزيادة بالنهاية أنا أقرأها يعني مثلها مثل كل الزيادات خلاصها طبعا خلال الأزمة بالتأكيد النظام يعني وعبر وزارة المالية في هذه الموازنة وفي غيرها يرتب الأمور بشكل محكم بأنه لن يتخلى عن أي شيء إضافي يمتلكه هذه الموازنة أريد أن يعني ربما هذه الفرصة الأولى التي يعني تتاح للحديث عن هذا الأمر هذه الموازنة الحكومية هي موازنة حكومة بكل ما تعنيه الكلمة وليس موازنة الدولة أو النظام وهي جزء من موازنة أكبر النظام بالتأكيد استفاد من كثير من الإعفاءات من العقوبات الآن يصل إلى الموارد النفطية بشكل جيد وهناك حركة عبر معبر نصيب موعودة وهناك أيضا مكاسب مالية يتم تحقيقها ولا ننسى المليارات التي تم يعادتها من الإمارات كانت مجمدة هناك إذا موازنة أكبر يعني يتعامل معها النظام وهذه الموازنة الصغيرة الحكومية التي تديرها وزارة المالية والوزارات الأخرى ما هي إلا يعني رأس جبل جليد وبالتالي أستطيع أن أقول بأن النظام أقوى مما يظهر عليه عبر هذه الموازنة وهذه الأرقام هذا تنويه جدا مهم وإذا ما أراد أن يسير بالأمور خدميا وإقتصاديا بشكل أفضل هو يستطيع وإذا وجدنا غير ذلك لماذا لا يحسن تلك الخدمات؟ طالما هو قادر كما ذكرت اليوم أريد أن أعطي مثال كثير بسيط بما أن هذه السنوية الخامسة لتسليم حلب وموضوع حلب لا يحرك شيء في كل ما يمكن أن يحقق منه موارد اليوم لا يقوم ببناء حجر واحد في مدينة حلب لأنه يعرف بأن موضوع الإعمار وإعادة الإعمار هو سيكون على كعبء وعلى الآخرين وربما يحقق له موارد النظام يفكر بمنطق التاجر مع هذه الدولة وهذا الشعب وهذه المؤسسات وهذه الحكومة شكرا لك الدكتور عبد المنعم حلبي خبير اقتصادي كنت معنا من غازي عنتاب وأيضا أخص بشكر مختاري الإبراهيم صحفي استقصائي كان معنا من برلين شكرا لكم شكرا لكم وأكيد صعد مساءهم الجديد شكرا لكم